قراشل او بويوز كنتمنى شاء الله تجربوهم طريقة سهلة سهلة بزف هنا هي كتلعو رائعين بزف وفي المدق ديالهم وفي المنظر وفي كل شيء واحتل التجارة كتلعو رائعين وكيعجبو الكليين بزف هنا هي دوزول طريقة تهدير السلام عليكم معكم شفعة البسيط كنتمنى شاء الله كنتمنى شاء الله كنتمنى بصيحة جيدة كما كتلاحظوا عندي هنا هي الدقيق الأبيض هنا هي 500 جرام ديال الدقيق خمسة ديال كيسان ديال العنبة وكاس ديال العنبة قل الاربع يعني قل جوج ديال الاصابيع تقريبا يعني عندي 100 جرام تقريبا ديال الزيت عندي واحدة ملحة يعني ملعقة صغيرة 11 جرام السكر عندي 57 جرام ديال السكر الخاشين نصف كأس ديال العنبة وعندي هنا هي نصف عفوا عندي ملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة ملعقة كبيرة ديال النافع وبيضة كاملة هنا هي نعملو الماء كما كتلاحظو وعندي الخاميرا الخاميرا عندي 20 جرام ديال الخاميرا الفورية ماشي حبيبات المعجونة هنا هي نتمنى ان شاء الله تراكبوا الفيديو مزيان والمقادرين ان شاء الله سيتلقاهم في صندوق الوصف مضبوطين وتبعوا غير طريقة شوفوا الطريقة ديال الخدمة بزيان باش بقي يطلعوا ليكم هاد البيوش والاقراشل يطلعوا ليكم رائعين بزاف انا يا ان شاء الله غادي من لي غادي تعملوا هاد الوصفة هادي شوفوا كيفاش غادي تطلع واردوا عليها الرأي ديالكم كيفاش جاوكم هاد البيوش هاد القراشل راك يجيو صراحة غادي يعجبوكم جزاف ان شاء الله تجربوهم علاش مكونات ما فيهمش بزاف وكل شي رام توفر في المنزيل النافع وجنجلان حبة حلاوة يعني راك كل شي قريب لكم وقبل حانوة يعني ما غاديش تخسروا شي حاجة اللي هي كثيرة وانها اقتصادية يعني هنا صراحة هاد البيوش وهاد القراشل هادو ماشي كنعملوهم جداد يعني غادي كنخرجوهم من الفران وناكلوهم لا هادو دا داروري هاد القراشل هادو البيوش هادو دائما كيعملوهم لاغد ليه باش علاش اللاغد ليه باش كيخرج منهم داك اللافابور وكيبردو وكييعطيو اديك حبت حلاوة ونافع يعني كيتلقو فيهم باش كييعطيو ديك الرائحة كي تجي رائعة في الماكلة ديالهم جربوهم وديك ساعة غادي تشوفو شنو كنقول لكم وما عمر تاكلوهم سخانين ولا تسخنوهم وتاكلوهم كما كتلاحظو عندي انا عملت ايا كاس انص ديال العنبا ديال الما ونها تعملو ليهم مثلا بغيتو تزيدوهم مزهر ولا شي حاجة يمكن لكم تزيدوهم مزهر انا مزهر ما عملتوش وهذاك يبقى دائما اختياري وهناك كما كتلاحظو كندلكو شوية العجينة شوية مزيان ندلكو هاشي شوية باش كت يعني كنساجم لديك الدقيق كل شي كتتخلط كل شي كتتعجن يعني كتولي مخلطها ماشي غادي غي نخلطوها وكنخليه ولا حقش علاش في هالمواد كيخصها تخلط مزيان تدلك مزيان ونخليوها واحد شوية ترتاح وبعد ما ندلكو واحد شوية ديك الساعة كنخليوها ترتاح نخليوها ترتاح شوية مزيان واحد ربوع ساعات قريبا بحلاك داك كنغطيوها بشي بلاستيك كلها بحلاك داك حتى كترخا يعني كتربوزا وهنا هي الله جزيكم بالخير ما تنسونيش باللايك الفيديو والبارتاج واللي ما مشتاركش كنت منها ويشتارك فضلا وليس أمرا وفعل جرس باش اي حاجة عملتها ويجيك في الإشعارات الفيديو ديك ساعة كنت دخلوك تشوفو هنا على حسب اللايكات اللي جزيكم من خير دائما كنت ذكركم شوفو العجنة خصة جي بحلاك دا خصة جي دا برا مدلوكا مزيان ونخليوها ترتاح لحقش اللاش دائما كنقول لكم على حسب اللايكات اللايكات راهو من اللي يخدمو الفيديو اللي جزيكم من خير هنا دبا من اللي غادي نخليوها ترتاح واحد شوية باش دبا هنا اي من اللي ارتاحت شتونة اي من اللي كنت لقها يعني كنتجي ساهلة ما كنتجي معاش العجينة ما كنتجي معاش يعني كما كنتطلق العجينة هكذا كنتبقى وهنايا كنقطعوا هنايا العجينة دينا هنايا أنا عملت فيهم 100 جرام في الحبة يعني 100 جرام ديال العجينة في الوحدة وهناي يمكن لكم تعملوا غير 80 جرام يمكن لكم تعملوا 150 جرام يمكن لكم تعملوا اللي بغيتو يعني على حسب انا محلدو ديال ديال 100 جرام يعني بغيتهم يكونوا شوية كبارة وكين اللي كيكونوا ديال 150 جرام وكين ديال 200 جرام هناك كما كتلاحظو هناك خصي العجينة من كنتورني والعجينة هناك دائما كيخصنا نتورني والعجينة مزيان كيخصة تكون مزيّرة شوية وتكون العجينة واقفة ما خصناش يعني غير كن نخليوها مرخية ولا خصة تكون مزيّرة شا الدراسة باش في التقراس كيجيوكم مقادين وكما كيجيوش كيجيوش مايلين ولا عوجة ولا كيخصي يجيو دائريين وكيجيو مقادين بلا بحالة دوجتهم في الماكينة يعني بحالة ماشي جيها رقيقة وجيها غليضة ولا كيخصي يجيو مقادين مزيّع هناك كما كتلاحظو دائما الخدمة أنا كمشي معاكم بتقالي علاش باش تشوفو فيديو مزيّع هناك كما كتلاحظو يعني أتتلي هناك حضاش الحبّة وده بادي نخليوها ترتاح واحد شوية هناك بعد ما ارتاح تدوجات واحد العشرة ديالتقيق حتى الخمسطاش تقريباً هناك كنش تدوب علاش كنخليوها ترتاح باش مني كنجيو نقرسو البوجوش ديالنا يعني كيجيو سهلي ما كيجيوش أنا بقى نطلق هاوية كتبقى تولي اللي عندي المعنى العجينة ما خصش غير تطلق العجينة بحالك ده خصت تبقى بلاستها شوفو هناك شتو؟ يعني كتبقى بلاستها ما كتبقاش تمشي كتبقى تتقي عليها كتطلق القدام وكتحديد المطلق وهي كتولي يعني هاو ما نعملوش الدقيق الدقيق بزاف ما خصنا شررشو الدقيق بزاف هناك كما كتلاحظو بعد ما قرنسناهم بحالك ده كنجيب شيتاء كأس نعملو واحد البيضاء كاملة وكنخلطوها مزيان يعني لابد ده خصنا ندربوها مزيان باش كتولي متلوقها ما كتكونش يعني مكبدة هاو لا دك البيضاء ديالبيت كي قرنسنا نطلقوها بزيان وكتبق مزيان يقولي بحال ما باش يتخلط مزيان باش مني غدي نجيو ندوري اه القراش ديالنا وبويوس بحالك ده يعني البيض كيكون علي كامل باش مني يطيب كيعطيه واحد لمعان وكيعطيه كلور واحد ونها نمشيو مع مع القرس يعني كن ندورو الشيطة هذا البنسو يجبنا ندوره على العجينة يعني احتى الجوانب ديال هم كاملين يجبنا ندوره هم بحالة كده وذلك الساعة نجيبه واحد الموس بحالة ده وذلك الساعة نقطعه أنا بغيت نجرحه من الفقير شوية ما بغيتش نقطعها بزاف الحقاشي لا بغيت تقطعها بزاف تقطعها بزاف كتجين في اللحة كتعطيك واحد دكتفليحة دياله كتجي مغرقة كتجي بتقريب محال ديك الخبز اللي كتلقى مضرب بالموس كيجين في اللحة بزاف هنا يبغيت نغين نجرحه هنا يا إلا بغيتو يكونوا منفلحين كيخشكم تغرقوا شوية الموس هنا يا قدي نجيب واحد شوية ديال سيمسيم جنجلان كننعمله بطريقة دائرية بحالة كده وكننعمله واحد شوية في الواسط يعني بحالة كباش كيعطيه واحد ديكور كيجي رائع هنا يا قدي نخلي واحد ثلاثة ديال الحبات ما قديش نشرطهم يعني قدي يبقوا هاكداك في الاخير إن شاء الله قدي نشوفوا يعني الوجه ديال اللي مقطعه يعني اللي مشرطه واللي ما مشرطاش يعني ديك ساعة كيبقى لكم اختيار تعملوا هادي ولي عادي اللي يعجبكم تعملوها تابعنا يا قدي نخليهم هنا يا من بعد ما خمروا يعني دبا الفرن كيكون سخون قدي نطيبوهم على مية وثمانين داراجة والفرن ديال الغاز عادي طيبو عادي يعني كيما كتلاحظو شتو يعني تشريطة ديالهم من فوق شو من تحت يعني كيجيوا طيبين يعني ما كخليهم مش بويد من تحت يخسنا يجيوا محمرين شي شوية من تحت باش كيجيوا طيبين مزيلا وعالتشريطة كيما كتلاحظو يعني كتجي هاداك السيكاتريز كيجي باين وكيعطيه واحد المندرة هانتما كاملين بحال بحال شتو الطياب يعني الطياب كيخصو بيكونوا طيبين مزيلا وهنايا وكيخليهم حتلا غدليه عادي كنأكلوهم كنأكلوهم باردي مع الحليب ولا مع القهوة ولا ولا مع الحالة كده مع قاتي كيجيوا رائعي وهنايا دبا كما كتلاحظو هانيا كن نجمعوهم وانا غادي تشوفو هادو اللي ما مشارطين هما هادو شتو كيفاش جاي يعني كيعطيه واحد المندرة حتى هما كيجيوا رائعين جزا وكنتمنى ان شاء الله تردو علي في التعليق كيفاش جاتكم هاد طريقة ديل هاد البوديوس هادا ودبا هنيا كما كتلاحظو بحل هاد هاد البيوز يعني كيتباعو على حسب البيع تمان كيتباعو بجوج دراهم كاللي كيبيع بجراموس كاللي كيبيع بجوج دراهم كلها بلصان باش كاتباعو وهنايا دبا كما كتلاحظو وصلنا نهاية الحلقة وهنايا كينش تساؤلات مرحبا خليوا ليفتعالي قدين جاوبكم بكل فرح ان شاء الله وهنايا غدين قطع معاكم واحدة باش غدين شوفوها من الداخل يعني كما كتلاحظو شوفو كيفاش كيجيو يعني بدك حبة حلاوة والنافع يعني كيجيو رائع شومني كان برك عليهم كيطلعو يعني كيجيو مزياني كيجيو رائع كنتمينا نجربو بنفس طريقة وكيما كتلاحظو دبا دبا وصلنا نهاية الحلقة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته